أنا النجمة دونيا عبدالعزيز منورة أولاً في فشيا بنقولك مبروك على الفرح وخطوة سعيدة ربنا يتمملك بخير عايزين الناس تعرف شافت الفرح الأولاني والتاني كل بقى بيتساءل عن قصة الحب نفسها إزاي بدأت وإيه المختلف مصطفى الله يبارك فيك أولاً سنين هما مش فرح أولاني وتاني ولا أي حاجة هي أول حاجة كان كتب كتاب وتاني يوم ده كان الاحتفال بكتب الكتاب بناس تانية خالص لأن أنا قسمت المعزيم على تلاتة بس عشان هما كتار وتالت حاجة ده كان الفرح اللي هو أصغر حاجة لأصدقاء المقربين إيه الحاجة اللي في مصطفى هو أنه أنا ما حستش بالأمان إلا معاه وهو من زمان أنا بحسه سندي وفيه ثقة بيننا كبيرة جداً وأنا صعبة أثق في حد فإن أنا أثق فيه كل الثقة دي دي كانت حاجة مش سهلة زائد بقى العلاقة اللي بتربطه بينه وبين أمي اللي هي فجرت كل حاجة جوايا يعني بس اختيارك لنويبع بقى مكان سياحي ومش دايماً الفنانين بيروحوا لأماكن السياحية دي كمناسبة سعيدة زي فرح ممكن أعمل مكان مقرب هنا عشان كل الفنانين أو صحابي يكونوا موجودين اختيارك للمكان ومكان كمميز أوي وعلى البحر ويعني كانت حالة غريبة كده في الصور والفيديوهات لأنا زي ما قلتلك أنا صحابي يعني كل الحبايبي كلهم جولي في أول يومين يعني لكن التالت ده أولاً أولاً أنا من أول يوم ما كنتش عايزة أعمل حاجة تقليدية يعني فبالنسبة للآخر حاجة لما قررت أعمل فرح للمقربين ما كنتش عايزة في مكان عادي يعني أو مكان تعمل فيه قبل كده في نفس الوقت كنت عايزة بحر وعايزة شمس وعايزة يبقى بالنهار وبالصدفة أنا من سنة رحت نويبع وتفاجئت إزاي أنا ما رحتش قبل كده وما عرفش إن بلدي فيها أماكن جميلة وفي ناس بتيجي من برة يعرفوا حاجات في بلدنا إحنا ما نعرفهاش فحاجة ضيقتني جداً فلما حصل بقى وحصل كتب الكتاب وكده وجي في بالي أن أنا أعمل حاجة قلت الله طب ما أنا ليه ما رحش نويبع افتكرت على طول يعني أنها ليها سحر خاص وأن أنا عايزة أعمل حاجة بعيدة ومجنونة ومختلفة فقررت أعمل كده فكرة إن جمك صحابك وحبايبك كلهم في المرة اللي قولوا المرة التانية برضو أكيد كنت مفتقدة لوالدة فتحبت قولينها إيه يعني في يوم زي دا كان نفسك تكون موجودة معك ما فيش حاجة تتقال هي حاجات تتحسي يعني أكيد كنت أتمنى أنها تبقى موجودة لأن هي أهم من أي حد في الدنيا وحاولت على قد ما قدر حتى لو بتفاصيل صغيرة بس هتريحني اتفقت مع إنجي يحيا الويدنج بلانور إن إحنا نعمل كوان في صور أمي عشان لما أبوص في أي وقت لقيها يمكن الناس مش هتفهم دا قوي لكن أنا كنت برتاح كده وانا عب بعمل كل حاجة تريحني يعني هاني البحيري كان معاك خطوة بخطوة فستين كانت جميلة جدا ومختلفة تماما شفتي مسندته لك إزاي وإن هو كان حريص إن تطلع بأحسن شكل طبعا حاجة مش هنسهله أبدا هاني حبيبي وأخويا وعشرة عمري وكمان عايز أقولك إن أمي كانت دايما تقوله يلا أنت بقى اللي هتعمل فستان فرح دونيا دايما كانت تقوله كده وأنا ولا في دماغي بقى جواز ولا عايز أتجوز ولا الكلام دا خالص فلما حصل بقى طبعا عملت كل الحاجات اللي أمي بتحبها ونفسها فيها وهاني كان قد المسئولية بصراحة وقف جنبي وعمل لي 3 فستين أحلى من بعض